السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والآفية خطوات جادة لبداية التصنيع المحلي للهواتف في مصر وبالفعل من خلال مصنعها بمدينة العاشر من رمضان أطلقت فيفو أول هواتفها المنتجة محليا في مصر وهي هواتف فيفو Y21A وهو Y33A الاقتصادية والتي تنظم للمنافسة في السوق المحلي يأتي الهاتف فيفو Y21A بمواصفات مع وزن 182 جرام وبأبعاد الارتفاع 164 مليمتر وبعرض 76 مليمتر وبسمك 8 مليمتر مع خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك البولي كربونات الهاتف يدم تركيب شريحتي اتصال 4G مع كارت ميمواري في نفس الوقت شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بضيقة 720 في 1600 بيكسل وبجودة الـ HD بلس مع كثفة البيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز يأتي الهاتف بموالج من نوع ميديا تك هيليو بي 22 ثماني النواة مع دقة تصني المعاج 12 نارومتر والمعالج الرسومي هو باور في ار جي اي 8320 واجهة فيفو فونتوش 11.1 مبنية على نظام التشغيل اندرويد 11 يتلاتي بمساحة دقسين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام الرامات من نوع الـ PDDR3 والذاكرة من نوع EMMC 5.1 كاميرا أمامية واحدة بتقصة 8 ميجا بيكسل مع فتحة تساوى 1.8 تدعم الـ HDR وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية 13 ميجا بيكسل مع فتحة تساوى 2.2 الثانية 2 ميجا بيكسل مع فتحة تساوى 2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قرب تدعم الكاميراة فلاش ليد وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية ويدعم الهاتف مرفض السماعة 3.5 ميلي متر ولا يدعم الـ NFC بصمة الإزمع موجودة على زر الباور ويدعم الهاتف أيضا للفتحة من طريق الوجه بطارية ليثون بوليمر بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريب وقدر 18 ربواط وتدعم الشحن الأكسي ويتم الشحن من خلال منفذ ياسبي طايب سي يأتي الهاتف بألوان الأزرق الفاتح والأزرق الغامق تم التسعير هاتف Vivo Y21A الجديد في السوق المصري للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تغزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4390 جنيه مصري وما يقارب 230 دولار وهو متاح للبيع بشكل مباشر ويعتبر الهاتف في هذه الفئة السعرية ليس الأقوى لكنه مقبول نسبيا حيث أنه يمكن مقارنته بـ Redmi 10A وسوف نجد أن Y21A يقدم معالج ضعيف وقديم جدا لكن يتميز بالبطارية التي تدعم الشحن السريع كما يأتي بعدسة ماكرو ثانوية ويقدم كامير أمامية بجودة مقبولة بالمقارنة مع Redmi 10A والآن مع مواصفات Vivo Y33A يأتي الهاتف بأبعاد في الاتفاع 164 مليمتر وبعاد 76 مليمتر وبسمك 8 مليمتر مع وزن الهاتف حوالي 182 جرام خامات الهاتف الخارجية بالكامل من البلاستيك البولي كاربونيت يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال 4G مع كارت ميمواري في نفس الوقت يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080x2408 بيكسل جودتها Full HD Plus مع كثفة البيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة وبأبعاد R20 على 9 ومعدل تحديث 6 هرتز الهاتف يأتي بمواجه من نوع MediaTek Helio G8 مع دقة تصنير مواجه 12 نارو متر والمواجه الرسومي هو Mali G52 واجهة فيفو فونتوش 12 مبنية على نظام التشغيل أندرويد 12 مساحة تغسين 128 جيجا مع 4 جيجا رام كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة تسا 2 تدعم HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية 50 ميجا بيكسل مع فتحة تسا 1.8 الثانية 2 ميجا بيكسل مع فتحة تسا 2.4 وهي مخصصة للعزل والأخيرة 2 ميجا بيكسل مع فتحة تسا 2.4 وهي ماكرو الكاميرا تدعم فلاش لاد وتدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية يدعم الهاتف منفذ السماعة 3.5 ملي متر مع وجود بصمة الإصبع على زر الباور ودعم الفيس أنالوك بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بهجم 5000 ميلي أمبير تدعم شحن السريع بقدر 18 رواط وتدعم شحن العكسي عن طريق وياز بي طايب سي الهاتف يأتي بألوان الأسود والأزرق تم تسعير هاتف فيفو واي 33A الجديد في السوق المصري لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5290 جنيه مصري بما يقارب 275 دولار أمريكي والهاتف متاح للبيع بشكل مباشر ويقدم واي 33A الجديد من فيفو مواصفات إلى حد ما جيدة في هذه الفئة السعرية بالمقارنة مع رادمي 10 2022 فسنجد أنه يقدم شاشة مقبولة نسبيا مع معالج يقدم أيضا أداء متقارب فسنجد أنه يقدم شاشة مقبولة نسبيا مع معالج يقدم أيضا أداء متقارب فضلا عن كاميرا أقامها مقبولة نسبيا لا تنتظر منها أداء فائق بالإضافة إلى بطارية كبيرة وتدعم الشحن السريع وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة